إلى ملف نقاشين معظيفي في الأستوديو سيد عمار جيلاني رئيس اللجنة القانونية وشؤون الإدارية والحريات في المجلس الشعب الوطني آنا بكم شكرا سيدتي مرحبا إذن حالة الانسداد داخل المجلس الشعبية الوطنية تتواصل لأكثر من أسبوعين أنتم تتمسكن بمطلبكم وهو استقالة بحجة وبحجة يرفض الاتهامات التي وجهتمها له والمواطن يعني بقي يتفرج على أزمة المجلس الشعب الوطني يتساءل ماذا يحدث وإلى أين ستسير الأمور شكرا سيدتي الفاضلة في البداية أود أن نقول نحن نتأسف لمآل إليه الوضع في المجلس الشعب الوطني نتيجة تعنوتي رئيس الشعب الوطني وهذا بعد ما كانت العديد من اتصالات به من أطراف مختلفة كنوابين أو كقيادات أو إطارات في حجة جب الوطني إلى أن الرجل بقي بتعلته وبتصريحاته في بعض من الأحيان لا مسؤولة نحن نرى أننا لاحظنا في الأخير للأسف يعني مسلسل من التصريحات قبل أن نفصل في التصريحات لأنه سنفصل بالتدقيق في تصريحاته نتحدث أنتم تقولون بأنه يتعنت نعم فعلا فعلا تعنت واضح لأنه اللائحة التي تقدم بها الإخوة والتي أمضى عليها نوب الرئيس بأغلبيتهم المطلقة وكذلك رؤساء لجن دائمة هذه اللائحة التي من خلالها تم الإشارة العديد من تجاوزات لكن القانون الداخلي للمجلس الشعب الوطني لا ينص بأنه يمكن طلب من رئيس المجلس بالنحية القانونية أن الاستقالة هي حق لأي شخص لما يشوف أنه ليس قادر أنه يواصل يقدم استقالته ولا يحق لأي شخص آخر أن يدفعه للاستقالة صحيح سيدة الفاضلة لكن لابد أن نعترف أننا أمام واقع فيه اليوم بجلس الشعب الوطني والذي يتشكل من أطياف سياسيات مختلفة وشخص سعيد بو حجار جاء تحت قبعة حزب سياسي وهو نائب ينتمي إلى مجموعة برلمانية وتم انتخابه تحت غطاء حزب سياسي وبالتحالف مع مجموعة من الأحزاب السياسية والتي شكلت الأغلبية فهو عضو في المجموعة البرلمانية وهو قيادة في حجب التحل الوطني وهو ملزم بالتقييد بالتعليمات وتوجهات الحزب فلذلك الأمر اليوم بيش مندخلش في فلسفة قانونية نحن نعيش واقع سياسي نحن اليوم أمام استحالة العمل لكن لا يمكن أن نعيش الواقع السياسي بعيدا عن الإطار القانوني داخل المجلس نتكلم على تشكلات سياسية فيه واقع سياسي المجلس يتشكل من أطياف سياسية مختلفة اليوم أمامنا خمس أحزاب سياسية والتي تشكل الأغلبية والتي هي اليوم يستحيل أنها تستمر في العمل مع سيد بوحجة لماذا؟ فلذلك أنا أظن فيه جملة من الخلقات وتكلموا عليها الإخوة هل لكم أن تفصلون في هذا الخلقات؟ نعم فيه العديد عندما نتكلم مثلا فيه مسؤوليت سيد رئيس الشعب الوطني على الصهر لماذا اليوم النواب سؤال مواطن بسيط يقول لك لماذا نواب اليوم داروا على رئيس ديانهم؟ نحن لا نفكر بهذا الشكل وإنما نقول نحن ثقتنا وضعت في هذا الرجل بناء على توجهات وستدية لنا من القيادة السياسية الحزب واليوم فقط تمتقته واليوم بطبيعة الحال ما وصلنا إليه من كثير من التجاوزات أنا نقول لإخواني لابد أننا نعطي الحقيقة للرأي العام أنا نظن أن اللائحة التي تقدم بها الإخوة أنا نظن لكثير من الإخوة فكروا إذا رجعنا المادة 9 مثلا بالنسبة من بين الأخطاء والتي أراد أن يجعلها أنها هي المبرر الأساسي بتغليط الرأي العام مسألة تنحية الأمين العام للمجلس ولكن نقول هذا جزء بسيط من تجاوزات لأنه فيه المادة تسعى من النظام الداخلي لكن له علاقة بسيطة إذا نرجع المادة 9 من النظام الداخلي المادة السابعة تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصارح الإدارية للمجلس الشعب الوطني بعد استشارة مكتب المجلس وهذا ما جاء في اللائحة التي تقدمها بها الإخوة وهي في نقطة واضحة وهي التهميش المفضوح لأنه واب رئيس الشعب الوطني وللأسف نحن نلاحظه اليوم مستمر لأننا اليوم نتكلم على مسألة نشاط المجلس الشعب الوطني الكل يعلم أنه يستحيل لرئيس المجلس أن يمارس مهمه اليوم وأن يقوم المجلس الشعب الوطني بنشاطات في غيابها هيك المجلس ما يمكن لأي نشاط سوى ما تعلق بالأسئلة الشفوية أو برمجة الجلسات أو إحالة مشاريع القوانين أو حتى ما تعلقها بإنشاء لجان الاستعلام أو غيرها كل النشاط متعلق بالمكتب في اليوم المكتب في حالة انسداد والرسالة كانت واضحة وأنا نقول لربما الإخوة نستعملوش مصطلحات حفاظنا على كرمة الرجل ونسيناه ولكننا الكل يعلم فيه الكثير والكثير 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 من تجاوزات والتي كل الأصوات تقول بأنكم قمتم بسحب الثقة بناءًا ربما على قرار بحجة بإقالة الأمين العام هذا تغليط الرأي العام هذا تغليط الرأي العام لأنه متتبع لنشاط المجلس وأنا نائب في هذه العهدة للسنة السابعة ولكن للأسف ما نلاحظه من تراجع حتى لمن كانت وهيبة المجلس إحنا إذا كان اليوم للأسف نمشي مثلا ما يتم استقباله ومخصص لأطراف وأشخاص لا علاقة لهم بالمجلس ومن بين هؤلاء الأشخاص من يعمل على دفعه للاستمرار في موقفه المتعنت لأنه من أوصر سيبو حجة إلى هذا المنصب هم النواب الذين تخبوه هم نواب الأغلبية فأصبح للأسف اليوم يتعالى على النواب في تصريحاته وصف بعض النواب بأساليب غير محترمة نفهم من كلامكم أنكم قلتم أن هناك أطراف التي تدفع بحجة للتمسك لرئاسة المجلس من هم هذه الأطراف؟ في أطراف والكل يتتبع في أطراف من وحيطه الزيق من المستشارين الذين يوجدون له استشارات سيئة للأسف فيها تغلط كبير في المحيط من تعود وفي أطراف أخرى التي أرادت أن تركب الموجة هذه الأطراف معروفة بمواقفها هذه الأطراف معروفة بعدائها لرئيس الحزب وللسيد رئيس الجمهورية ويعملون على تعفين الوضع داخل هذه المؤسسة فلذلك نقول للسيد أبو حجة أنت نائبا حزب التحليل الوطني وتنتمي إلى مجموعة برلمانية وأنت ملزم بالتقيد بتوجهات الحزب والتقيد بتعليمات وقرارات الحزب للأسف اليوم ما نلاحظه وهنتقال سيد أبو حجة من موقعه الطبيعي واللي هو حزب التحليل الوطني وارتمائه في أحضان المعارضة التي بالأمس صوتت ضده وصوتت ضد كل مشاريع القوانين وكانت لا تعترف به وفي بعض من الأحيان تسمعه لربما شتائم كثيرة لكن للأسف اليوم نفهم من كلامكم أنكم تقصدون أن المعارضة هي التي ربما تدعب أو تدفع بحجة لي تمسك بمعصبه البعض من الإخوان في المعارضة نحن نرى لحظه اليوم للأسف البعض من الإخوان في المعارضة أصبحنا تقرسمي باسم رئيسي وليس شعب الوطني ونلاحظ يوميا ما ينصر في بعض المواقع وفي بعض الجرائد لذلك نقول السعيد بحجة في هذا السن وفي مقامه وكمجاهد وأنا هنا من ولاية تاريخية أنا جاي من ولاية تاريخية تاريخة معروف ونحن هذا الفئة التي نحرم أن نحترمها ونقدسها وهي تاج من فوق رؤوسنا أن نقول بحجة لا تقحم لا تقحم هذه الفئة المحترمة لا تقحم من لا علاقة لهم بالمجلس الشعب الوطني للأسف اليوم السعيد بحجة لم يقحم أطراف خارجة عن المجلس الوطني في قضية داخلية هي قضية داخلية بين رئيس المجلس والنواب ولكن للأسف من خلال الصيحات وبعض الممارسات وهي محاولة إدخال أطراف معروفة وجهات معروفة في شيء لا يخص إلا النواب لأن من أوصل سبوحجة إلى هذا المنصر يعتمد على أطراف خارجية نعم فيه تغليت كثير فيه تغليت من جهات مختلفة نحن للأسف نلاحظه حتى يوم بعض الوجوه لا علاقة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد لكن هي أصبح مكتب سبوحجة هي مرزار لها هي مرزار لها يوميا أنا أتمنى سبوحجة أنا أتمنى يتعقل نتمنى بوحجة أنتم تقولون بأنه اليوم بوحجة يستند إلى أطراف خارجية خارجة عن المجلس الشعب الوطني هذا الواقع وأيضا هو انحرف عن مسالته التي تم تصويت عليه وانتخابه على المجلس لتقديمها قلتم بأنه اليوم أصبح لا يخدم مصلحة لا الرئيس ولا مصلحة الحزب قلنا يستحيل العمل مع رئيس المجلس الشعب الوطني وهذا ما صرح به كل إخوة في المعاجمعات البرمانية وكذلك الإخوة في الهيكل من رؤوساء اللجال ونواب الرئيس من خلال اللائحة التي تم التوقع عليها وتصريح بها أمام وصايا الإعلام فنحن نحن اليوم أمام وضع لن نتكلم عن استقالة فيه مبررات من بين المبررات الموضوعية والواقعية ما هي هذه المبررات هي استحالة العمل مع شخص الرئيس المجلس واستحالة العلاقة بين الرئيس ونوابه نريد معلشة ما هي هذه المبررات المواطن يريد يعني حقيقة أنه فيه الكثير من التجاوزات مثلا مثلا أشرنا إلى التهميش الفاضح بالنسبة لنواب رئيس المجلس لأن البعض أراد ونحن من خلال تتبوعين إلى بعض المنابر البعض أراد أن يبرر نحن قلنا نواب الرئيس هو هيكل ونقائم في الكثير من القرارات والتي هي حددها النظام الداخلي والكثير من النشطات ما يمكن انبشرها إلا من خلال تمريرها على مكتب المجلس اليوم المكتب على الهامش نحن أكثر من سنة اليوم سوى العهدة السنة الأولى من عمر العهدة الماضية أو السنة الحالية والتهميش قائم كذلك للأسف تخصيص أوقات طيلة اليوم لاستقبال أطراف وأشخاص لا علاقة لهم بالمجلس في أمور خارج الإطار عوض أن يتفرغ إبو حجة إلى الصهر والعمل على التحسين سير عمل المجلس والتنسيق مع الإخوة في الهيات واللواب إلا أنه ما نلاحظه كان لا ربما تخصيص أكبر وقت ممكن لجهات ما عندهش علاقة بالمجلس هذه مبين الأشياء اليوم لنلاحظوا الإهمال الكبير هذه حقائق تدام معلومات تشير إلى إتهامكم لإبو حجة بالفصاد ما حققت هذه الإتهامات والله إحنا باش نكون منطقيين إحنا مركناش باش نوصل لإستعمال لهذا المصطلح أنا نظر ما استعمل هذا المصطلح هو السيد بحجة هو الذي يتكلم عن الفساد كيف إذا تكلم هو أنا من خلال تتبعي إلى بعض صريحاته يتكلم عن الفساد إذا تكلم عن الفساد داخل المؤسسة من على رأس المؤسسة مسؤول على تسير هو رئيس المجلس إذا يتكلم أنه فيه سوء تسير على مستوى المؤسسة هو المسؤول عليه لذلك أنا نقول لأنه فيه حتى تناقض فتصريحاته فيه التصريح يقول أنه المنبين المبررات لاتخاذ القرار واستبعاد شخص الأمين العام للمجلس أتهمه بسوء تسير وبفساد والكثير من الأمور وفيما بعد عندما قام بلقاء إداري مع المساعدين الإداريين قال والله الفطرة نتائية كانت فطرة لا بأس بها والنتائج مرضية نحن لا نفهم هذه التناقضات إذا فيه سوء تسير المؤسس المسؤول الأول هو رئيس المجلس إذا كان اليوم في حسيلة ليبرر بها أنها حسيلة إيجابية إذن من كان منسق لهذا العمل هو الأمين العام كذلك الكثير من النقاط والكثير من القضايا التي تخص شأن سير المجلس لا بد من استشارة المكتب لأن الأسف وما لاحظناه أن السيد سعيد وحجة أصبح يعتبر مجلس على أنه محمية على أنه محمية خاصة ولا أحد يتدخل في شؤونه وهذا ما لاحظناه من خلال صريحاته ولكن ولكن الأسف العامر البرلماني والعمر داخل المجلس مبني على التنسيق الكامل بين هياك المجلس وعلى التواصل الدائم مع النواب لأنه لا يمكن يد السيد أصبحت معه وأن الذين يواصلون مطلب رحيله هم قلة قلائب نحن نشوف بأنه تتميه دخم سين نائب في القائمة للمطالبة برحيل بحجة في المقابل يقول بحجة اليوم يقول بأنه الأغلب يرى معه والله هنا تأسف أنا قلت لك هذا المسلسل من تصريحات الذي كل مرة يعني يأتينا بأشياء غريبة ومتناقضة وفي بعض من الأحيان يضرب من خلالها مصدقية المؤسسة ومصدقية النواب فهذا أنا أظن هو طعن في حد ذاته وفي زملائه أنا أظن فيه مجموعة برلمانية هذه المجموعة البرلمانية والذي هو عوض في مجموعة من المجموعة البرلمانية هو ينتمي إلى حزب وينتمي إلى مجموعة برلمانية فلذلك نقول مسألة التوقيعات التي تمت تمت في المجموعة البرلمانية وكل رئيس مجموعة برلمانية هو المسؤول عن المجموعة البرلمانية وهو النتقى رسمي وكل أمضاءات متواجدة على كل المجموعة البرلمانية وفي جلسة على حد علمي أن رؤساء المجموعات البرلمانية عندما قدموا اللائحة لكل قال فيه توقعات لأنه المسؤول الوحيد هو رئيس المجموعات البرلمانية وليس من حقه أن يطلب التوقعات نقول لنسبوا حجة اليوم إذا عندوا هذه التوقعات ويقول فيه توقعات مزورة يقدمها يتفضل يتفضل فيه مجموعات البرلمانية إذا فيه هذه التوقعات يتحدى يقدمها المجموعات البرلمانية هذه الأسليب للتغليط الرأي العام هذه الأسليب للمراوغة وربح الوقت أنا أقول لي يعرف مكانة المؤسسات ويقدر مع معنى المؤسسات الجزائرية أننا كيف نحافظ عليها أنا نظن ما يفكرش بهذه الأسليب إذا فيه اليوم استحادة العمل إذا فيه اليوم استحادة العمل أنا نظن المخرج الوحيد هو يعرفه جيدا قبل الحديث عن المخرج خلينا نتحدث تربما فيه بما أنكم تتهمونه بأنه اليوم هو لا يخدم لا مصلحة المجلس الشعب الوطني ولا مصلحة من انتخبه في هذه الحالة يعني هو يقول بأنه يرفض كل هذه الاتهامات اللي وجهتهم نحن نقول والأمر واضح ما يمكنش اليوم أن يكون الشخص محجر هو السبب باش يعرق نشاط تلك المجلس كذلك ما يمكنش اليوم المجمعات البرلمانية التي وضعت فيها ثقة بالأمس وهي من زكاته اللي يعتلي هذا المنصب أنها تكون كلها على خطأ أنا نقول لابد أن يتعقل ولابد من حكمة ما يمكنش أنك تتهم اليوم الأغلبية التي وضعت ودافعت عليك من أمس بهذه الأسليب لمس أولا وبهذه التصريحات لمس أولا أنا نقول اليوم شيء واحد أمامه أنه لا بد أن يغلب لغة العقل ولا بد أن يغلب مصرحة مصرحة العامة للبلاد ولمؤسسات الدولة لكونوا حافظة كانت في مبادرة للوساطة للوساطة أنتم رفضتموها جملة وتفصيلة وقلتم بأن أي مبادرة هي فاشلة من بداية والله أنا أستاذ الفاضي لا يعني وهو في مقابل وضع شرط لقبول مبادرة للوساطة وقال أنه لابد رفع تجميد عن المجلس شرط على من؟ أنا تأسف الإخوة اللي قدموا هذه المبادرة والتي قيل في حقها من طرف بعض الإخوان أنها وليدت ميتها أنا نظن فيها الكثير من الإخوة سواء على مستوى الهياكل أو النواب أو بعض الإطارات أتصل مرارا بسعيد بحجة قبل أن نسل إلى ما وصلنا إليه قبل أن تشتد الأزمة قبل أن يتخذ القرار ولكن بحجة رفض رفضا قاطعا أن يجتمع إلى أحد وبالحرف الواحد كان يقول أنا لا أستشير أحد وأنا الرجل الوحيد الذي أتخذ القرار في هذه المؤسسة ولي الاستقلالي الكاملة ما يمكنش بهذا الأمر أن نسير مجلس يتشكل من أطياف سياسية بهذا الشكل أما ما تقدم به الإخوان أنا نظن الإخوان أولا هذا الفكرة جاءت متأخرة وين كانوا هذه الإخوة؟ يعني 15 يوم من عمر أزمة وين كان هذه الإخوة؟ هل ما كانوا أعيشين معنا في البرلمان؟ ثاني شيء مع من ندير الصلح؟ سعيد بحجة هو عوض في مجمعات برلمانية ينتمي إلى حزب سياسي هذا شأن داخلي إذا في مشكلة بالنسبة لبحجة يعالج مشكلته داخل مجمعات برلمانية ويعالج مشكلته داخل الحزب لعطاها الغطاء السياسي لذلك مع من نتصالح؟ هذا شأن داخلي إذا نتكلم بمعنوى شأن داخلي ينتمي إلى مجمعات برلمانية فيه الكثير من محاولات والاتصالات من طرف الإخوة في المجمعات برلمانية وكذا من إخوان في حزاب التحالف للتعقل للتريط للحوار بما فيهم نواب الرئيس وليهم شركاء في القرار صحيح والهياكل لكن تعنط الرجل تعنط الرجل جعلنا ما فيش خيار أمامنا إلا أننا نمشي لخطوات أخرى ليس الخل هو في النظام الداخلي للمجلس شعبي الوطني حتى يعني شوفوا أن القانون يحدد المواد التي يتم من خلالها انتخاب الرئيس المجلس وأيضا يتحدث عن حالة الشغور لكن ما فيش حالات ما فيش مواد ربما تنص على كيفية ربما تعامل في مثل هذه الحالة اللي يكون فيها حالة انسداد وعدم توافق مع الرئيس إحنا نقول دائما أليس الحروض أن تنتبهوا لهذا الأمر خاصة أنكم رئيس لجنة القانونية فعلا إحنا دائما خلال مناقشتنا في الجلسات الماضية بالنسبة للمشروع النظام الداخلي قلنا أن النظام الداخلي لا بد من تكيفه مع الأحكام الجديدة التي جابها الدستور والقانون العضوية وكذلك تكيفه مع المتغيرات إحنا فعلا فيها بعض الثغرات والتي سيمكن مناقشتها خلال جلسة القديمة بعد ما نشرع إن شاء الله في مناقشة مشروع النظام الداخلي أما ما نعيشه اليوم أنا أقول في كل أحوال إحنا أمام واقع الإشكالية سياسية اليوم المشكلة اللي يعيشه رئيس المجلس مع نوابه هي إشكالية سياسية اليوم أصبح لأننا قلنا في البداية إذا نتكلم هي إشكالية سياسية أم إشكالية تنظيمية لأنه بوحجة لم يستطع تسيير جيد للمشكلة فعلا الإشكال عندما نقول إشكالية سياسية هو واقع السياسي وقرار التخذ من طرف المجمعات البرلمانية التي تتهمي الحساب السياسية بلا أن على جملة من التجوزات والأخطاء لكن بوحجة اليوم يقول بأن ما يتعرض له هو مؤامرة خاصة أن نحن مقبلين على انتخابات رئاسية في 2019 أنا أظن هذا الأسليم يعرفها إلا بوحجة نتأسف كثير هذه مؤسسة دستورية وفيها إطارات وفيها مجاهدين كذلك اليوم المجلس الشعب الوطني تشكل من إطارات وموزارة سابقين وإطارات سابقين ومناظلين في مجالة مختلفة ومجاهدين كذلك فأسلوب المؤامرة أنا أظن ليتقن هذا الأسلوب إلا بوحجة لأنه كيف نفسر هذا التمرد على قرارات وستواجهات الحزب كيف نفسر هذا إنسلاح بوحجة من المجموعة البرلمانية وكأن أصبح بوحجة يتعالى على النواب ويصف نفسه على أنه رجل ثلث الدولة من أوصلك إلى هذا المنصب هم زملائك النواب هي فيق زملائك أنا أسف كثير مثل الأسليب هذه اللي رح يلجأ فيها في كل مرة وأنا أتمنى يتوقف هذا مسلسل تصريحات هذا المسلسل الذي للأسف كل مرة مرة يتهم الزملاء النواب مرة إخراج يعني لأفكار وأشياء غريبة يعني مسلسل لا ينتهي فأنا أتمنى من هذا المنبر وفي سنه وفي مقاله أن يغلب لغة العقل والحكمة اليوم أنا نظل بما أنكم تقولون بأنه لابد الإخوة أصبح ما يفرقون أكثر ما يجمعنا خيار وحيد أمامي بوحجة هو أن يترك المجلس لأصبح رهينة في يد بوحجة اليوم للأسف وللعار أن نشوف رئيس مجلس يجي من الفترة الصباحية جلس مكتبه في عزلة وفي المساء يمشي البيتو هل هذا هو الضور المنتظر منه كنور؟ هل هذا هو الضور المنتظر منه كإطارات حزبية جايين ببرنامج ونحافظ على استقرار المؤسسات؟ لحافظ على استقرار المؤسسات لحافظ على استقرار المؤسسات لحافظ على استقرار المؤسسات لا يفكر بهذا الشكل يعني تقولون بأنه لابد من تغليب لغة العقل في هذه الحالة أليس من الأفضل أن يتم رفع تجميد عن المجلس الشعبية الوطني والجلوس ربما في جلسة مخصصة لإعادة النظر في القانون الداخلي وكيفية ربما مراجعة القانون وطرح مادة لتسمح بإيجاد حل في حالة ما كان فيه سوء تفاهم أو انسداد ما بين رئيس المجلس والنواب يعني من غير المعقول أنه نحمل شخص على الاستقالة ومن غير المعقول أنه نخلي شخص يعني أغلبية النواب هم ضده أنا نظن هذا الأمر فتأوانه اليوم أنا قلت لك المسافة التي تفرقنا هي كبيرة عن كثير للأسف وأنا نقول إذا كان نظام الداخلي أنا نطرح هذا السؤال للسبوع الجهة نظام الداخلي كان في السنة الماضية أنا كنت رئيس الجنة القانونية في العهد السابقة وبشرنا العمل بمأنوك في السنة الماضية لماذا لم يتم إتباع إلى هذه المفضل؟ وبشرنا العمل في الأيام الأخيرة من عمر العهد السابقة وكنا أخذينا مشوار طويل في العمل وكنا نتوقع أن هذا العمل ينتهي خلال أيام قليلة من بداية عمر العهد الحالي يعني في السنة الماضية لكن هذا السؤال يطرح إلى سبو حجة علش النظام الداخلي بقى حتى اليوم؟ علش النظام الداخلي تعطل حتى اليوم؟ علش النظام الداخلي والإخوة رهما موجودين فيهم اللي نواب حاليين لرغم ما كانوا معنا في العهد السابقة أنه فيه تغييرات كثيرة داخل النظام الداخلي وهو يعرفها تتنفع مع القانون العضوي والأحكام يجبها دستور قلتم بأن هذا الكلام خاتع له الوقت نحن نشوف حل وسط أنه تجتمعوا كل النواب وأنتم من تصويتون عن القانون الذي يحكم الغرفة سفل للبرلمات أستاذ الفضيلة أنا أظن أحسن من أنه تصرفكم هناك من يقول أنه غير قانوني لطلب رجل رئيس بالاستقالة يمكن تحميل أحد ضغط عليه الاستقالة نحمل المسؤولين الكاملين لبحجة الأقل وراء أكثر وهناك من يقول أن تصرفكم قد يفتح الباب لربما تمرت في مؤسسات أخرى لا لا يا أستاذ إذا كان هذا في مخيلة بحجة إن كان ذلك في مخيلة بحجة هي سيناريوهات أو تحليلات لا أنا أقول نواب تصرف نواب أغلبية ستؤدي إلى مضاعفات أخرى نواب الأغلبية تصرفوا بحكمة وفي إطار نظامه محترم من خلال إزداء الكثير من نصائح من خلال فسارات الكثيرة سابقا ولكن وصلنا إلى حد توقيف النشاط لأنه لم يكن يريدنا حل لم يكن يريدنا حل لكي نوقف هذه التجاوزات لم يكن يريدنا حل لكي نوقف مثل هذه الأسليم يعني استعصت الخرور لا يوجد حلول اليوم أنا أظن الحل الوحيد هو يعرف وجهيد أن نصيب أحجة سيب أحجة تربع في الحز ويعرف كيف تصير أمور وكيف تحل أزمت من هذا الشكل لذلك أنا أقول لبوحجة كفنا كفنا تمرد وكفنا تغلية الرأي العام وكفنا إقحام جهات داعات قتلها وهذا ما لاحظناه بتوجيه للأسف من خلال بعض التصريحات نحن لا نتكلم عن القاعدة الشعبية نحن نحن نواب منتخبين من طرف الشعب ورأنا اليوم في أحزاب مثل أحزاب سياسية لابد أننا نعمل كلنا كيف نحظر على استقرارة هذه المؤسسات لأنه هو السبب هو السبب في الوصول ما وصلنا إليه اليوم ويتحمل مسؤوليته الكاملة والتاريخية يتحمل مسؤوليته الكاملة والتاريخية لكن أمام هذا الوضع حابين نحن نعرف ويننا رايحين نشوف نقولوا بأن سلطة تشريعية اليوم هي تعيش حالة انسداد سلطة تشريعية ما لقى تشحل لمشاكلها الداخلية كيف بإمكانها ربما تجد حلول لمشاكل الشعب الجزائي وهذا ما يعاب على الرجل ما أوصلنا إلى هذا الحد نعم إذا كان اليوم على رأس مؤسسة تشريعية هو مش قادر يحل أزمة مثل هذا ومش قادر بش يخلق حوار وتواصل مع زملاء النواب خلال كل هذا الفطرة السابقة كيف اليوم أنه تكون له نظرة وكيف له اليوم أن يعطي حلول قضايا تخص الشعب العام أنا نظن اليوم لابد أن يعترفه مش العيب أنا نقول لابد أن الإنسان يعترف إذا فشل موش عيب الكثير نحن مثلت الاستقالة موش عيب الكثير من الإطارات في مواقع مختلفة سواء كانت حزبية أو في مواقع أخرى ولكن عندما عاجزت وفشلت في تسيير الأمور قدمت الاستقالة وخرجت بكرمة بالعكس نحن ما قلناش ومطعناش في سباح الجالة لا في تاريخه ولا في غيره نحن قلنا بالنسبة هذه الفئة هي مجاهدين خط أحمر ولكن نتمنى بوحجة يخلي هذه الورقة جانبا ومستعملها الشجر التجاري ليقحم أطرفين علاقة لها ويبقى بوحجة هو نائب في جبهة تحليل وطني ونائب في الشعب الوطني وينتمي إلى مجمعات برلمانية فأنا نقول الحل بالنسبة لبوحجة هو أنه يتقيل بتوجهات الحزب وتعليمات الحزب والحل راح عنده موش عندنا شكرا جزيلا لكم أستاذ عمار جيلان في المجلس الشعبي الوطني شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات شكرا سيدتي أتمنى أن نجد حل لهذه الأسماح حتى لا يطول أمدها أنا بدوري من هذا المنبر أقول رسالة إلى سباحجة نتمنى سباحجة نحترمه كثيرا نقدروه وهو مناظله مساء طويل في جبهة تحليل وطني ونحن عندنا واحد مثل يقول في جبهة تحليل وطني رافضها خائي وطالبها خائي فأنا نقول اليوم لبوحجة لا تتشبت لأنه اليوم من أوصلك إلى هذا المقام هو من زملائك نواب وهو الحزب الذي أعطاك الغطاء السياسي فأنا نتمنى من بوحجة أن يتعقل وأن يغلب المصلحة العامة وأن يتخذ قرار حكيم ويخرج من الباب الواسع ويحافظ على كرمته شكرا شكرا